اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان ريادة وتميز مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان يعكس استمرار تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية من اجل ترسيخ المنظومة الحقوقية الشاملة في المملكة واعرب معالي عن الفخر والاعتزاز بدعم ومساندة جلالة الملك المعظم لكل الاستراتيجيات والخطط الرامية لاستدامة تطور وتقدم منظومة حقوق الانسان في المملكة منوها معالي بما تبدله الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من جهود مثمرة ومساع حثيثة لوضع وتنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية التي تؤكد المنجزات الحقوقية التي تحققها المملكة وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالانجاز الجديد الذي حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان وذلك بعدم وجود اسم المملكة في قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الانسان وفق تقرير حقوق الانسان والديمقراطية الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنويلث